صباح الخير كيف صباحك حبيبتي كيفك ميسون الحمد لله نشكر الله أهلا وسهلا فيكي والناس كلها عم تستنى كوننا بدأنا بالدورة الفلكية الجديدة لشهر الشباط وحكي تيرهم ديك المرة يعني بشكل وافي لأول تقريبا سبع أبراج حكينا لغاية الأقرب هلأ القوس القوس يلا كلنا سماعة القوس الفترة الأولى فترة متسارعة جدا الأحداث بدها تتسارع بشكل كثير كبير لذلك عليك أن تكون جاهز وتحدد هدفك وتحط دراسة محكمة لحتى تنطلق بنجاح تزداد المسؤوليات واللقاءات والفرص راح تكون كثيرة ممكن هاي الفرص تكون فيها سفر للي كانوا عم بتابعوا معاملات سفر بالعام الماضي فترة جيدة لحتى تحط خطط وتحققها وضع الشروط وتغير بنود هاي الفترة راح تكون سهلة الأمور إنك توصل لمثل هاي الأهداف أيضا فترة جيدة لمتابعة أمرها معاملة ممكن تكون كانت صعبة بالسابق ممكن بعض الأمور اللي راح تظهر بشكل فجائي فبدك تتابعها راح تكون الخطوات سهلة ومبشرة بالخير عليك أكمال أعمالك كلها قبل ما نوصل أو بعد 18 شهر راح تظهر بعض التراجع لذلك بدك تنهي كل أعمالك بالفترة الأولى العاطفة فترة جيدة لتعديل وتصويب العلاقة مع الشريك ووضع أسس جديدة فترة جيدة للتفاهم وحل المسائل المعقدة أيضا لغير المرتبطين فترة ممتازة جدا للالتقاء بالشريك المناسب بالنسبة للجدي الفترة الأولى عندنا الزهرة بعطارد وبلوتو بالمريخ عفوا العطارد وبلوتو والمريخ كلهم عندك يعني كلهم ببرجة جدي هاي الفترة بدك تنتبه هي فترة جديد من نوعها أحداثها جديدة معطياتها جديدة ممكن ما بتكون واضحة ببداية الشهر ولكن بعد هيك الأمور رح تتوضح فبدك تكون جدي جدا وتستشير ذوي الشأن قبل ما تدخل بأي شيء جديد تنتبه من المشاريع الوهمية من الشراكات الغير مجزية وأيضا تنتبه لصحتك لأنها فترة ضاغطة هي صح ممتازة جدا ولكن رح تشعر بضغطها وبزيادة مسؤولياتها فانتبه لصحتك فترة فيها أموال وفيها أيضا تبذير فبدك تحط جدولة مالية محكمة لحتى ما تخسر كثير من الأموال انتبه للعلاقات وما تعامل الجميع على أساس تجربة واحدة يعني إذا فشلت بعلاقة مع شخص ما تعكس هذا الموضوع على كل العلاقات لأنك رح تخسر وبدك تحافظ على علاقاتك لأنه فيها من خلالها في ارتقاء اغتنم الفرص إذا كان بدك يصير عندك تطورات مالية إيجابية العاطفة شهر عاطفي يعني بتعيش السعادة بكل الأحوال سواء أن كنت مرتبطة أو غير مرتبط الغير مرتبطين رح تكون علاقتهم حلوة كثير التقاءهم بالشريك المناسب رح تكون فرص جديد من نوعها لبرجة جدي اللي بدو يرتبط بدون وعن أي برج هلأ بنا نحكي الدلو يلا إن شاء الله منلحق دلو حوت الدلو أكيد نلحق الدلو الفترة الأولى فترة مبتازة جدا نعتبر هذا الشهر هو من أفضل أشهر السنة من بعد أربعة الشهر بعد أربعة الشهر رح يكون في خطوات جديد من نوعها ممكن لأول مرة تمروا على برج الدلو فيها خطوات جديدة ممكن البعض من برج الدلو يفكر بالسفر أو ببداية مشروع ممكن إعادة نظر بمشاريع سابقة كانت غير محققة هلأ بدو يحط حجر أساس فيها رح تعيد النظر بحياتك وتحط خطة جديد من نوعها تتضمن أولاً التخلص من السلبيات سواء كان لإلك أو تتخلص من سلبيات العلاقات تتخلص من علاقات غير مجزية رح تثبت أنك الأفضل وتحصل على موارد مالية جديدة ولكن رح تكون تعب وسعي متواصل بالفترة الأولى والحصاد رح يكون بالفترة الثانية والشهر اللي بعده رح تزداد ثقتك بنفسك تواجه المنافسين أو الأعداء بدبلوماسية وهدوء وتتخذ قرارات خطيرة وكبيرة بحياتك ممكن فيها إنهاء لمشروع إنهاء لعلاقة إنهاء لألم كنت تعيش فيه حتى مجرد أفكار كانت تقلمك رح تنهيها وتبدأ بحياتك تفكر بالمستقبل أكثر من الماضي العاطفة لابد من الاستراحة من دور القائد في العائلة للمرتبطين عم نحكي أعطي لنفسك الفرصة المزيد من الرومانسية والحب وأعطي الفرصة للطرف الآخر أنه يستلم القيادة لحتى ترتاح غير المرتبطين أيضا الفرص مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب الحوت الفترة الأولى فترة ممتازة جدا لتعديل حياتك من خلال التخلص من سلبياتك مثل التردد والعناد والتعاطف مع من لا يستحق هذول الثلاثة رح تحط فيهم حجر أساس بحياتك رح تنطلق لحتى تكون هاي هي الأسس اللي تمشي عليها لآخر السنة ممكن أيضا ما بتسمح بالتدخلات الخارجية بحياتك أو بحياة عائلتك بالعمل انتبه ما تخطئ ما تهمل ما تأجل أعمالك أنت تحت الضوء لذلك حافظ على أسرار العمل وعلى أسرارك أيضا فترة جديدة وجيدة لإيجاد الحلول المناسبة حتى لأمر كان صعب عليك بالسابق تشعر بالضغط وبحاجة ترتيب حياتك أكثر من مرة به هاي الفترة العاطفة تعيش السعادة والإيجابية وفرص مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب حبيبتي ميسون يعطيكي ألف عافية وإن شاء الله بما أنه هيك ذكرنا كل الأبراج هلأ منبدأ حسب طلبات الناس على اليوتيوب بكرة ما رح تكوني موجودة معنا لأنه عنا حلقة خارجية فإن شاء الله يوم الخميس نستقبل كل طلبات الناس اللي عم بتابعونا وإحنا بيكمين نكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي سحسح بكرة كما ذكرت عمنا حلقة خارجية من مكان مميز جدا بيدابوق تابعونا إن شاء الله ساعة عشر الصباح دائما عبر هوا راديو روتانا وشاشة عمان تي فيه إلى اللقاء صحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص شكرا